بمناسبة احتفالات البلاد بذكرى جلوس حضرة صاحب الجلال عهل البلاد المفدة والعيد الوطني المجيد رفع مجلس الشورى أصدق آيات التهاني والتبركات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب البحرين الكريم وفي بيان له أكد ميلس الشورى أن هذه المناسبة الوطنية المجيدة تعتبر وقفة سنوية لتأكيد الولاء للقيادة الحكيمة والوطن وترسيخ روح المواطنة الصالحة في نفوس أبنائنا والمرتكز على السعي لإعلاء شأن الوطن وأشار مجلس الشورى إلى أن هذه المناسبة تشكل فرصة طيبة لاستذكار المنجزات الوطنية التي حققتها مملكة البحرين في مختلف الميادين هذه المناسبة تقدم إلى صاحب الجلالة الملك المفداء بأخلص التهاني وأجمل الأمنيات بهذه المناسبة كما أتقدم للقيادة الحكيمة أيضا بأخلص تمنياتي لهم بالسعادة والصحة وإلى شعب البحرين الكريم بهذه المناسبة متمنيا أن تكون مناسبة طيبة لمزيد من التقدم والإنجاز في هذا البلد الكريم وأعتقد بأن هذه إن شاء الله تكون سنة خير وبركة على البحرين وعلى شعب البحرين وكل عام وأنتم بخير وإلى اللقاء إن شاء الله في أعياد قادم